دكتور قوتس يعني كثير من العلماء والمشايخ على الفور بعد أن رأوا كل هذا الكم الكبير من الانتهاكات التي تمارس من قبل هذه الميليشية الإرهابية الإجرامية قتل نهب سلب اختصاب لنساء الكل نادى بالوقوف خلف الجيش الجيش السوداني الذي يدافع عن الدولة ضد هذه العصابة الإجرامية بل وانخرطوا في المقامة الشعبية المسلحة طبعا برعاية من الجيش ووفقا للقانون من عجل الدفاع عن الدولة بماذا تعلق على هذا الموقف؟ يعني هو هذا الحل الوحيد حقيقة الحل الوحيد يعني أنت اليوم حين ترى بأن مثقفي هذا البلد وعلماء هذا البلد ودعاة هذا البلد وآئمة هذا البلد وقادت هذا البلد من الجيش يقفون بكلمة واحدة بصف واحد لا يجوز لأي مسلم اليوم أن يخالف الفتوى الشرعية التي يطرحها العلماء والأئمة في ذلك البلد يعني من يخالف هذه الفتوى فهو آثم حقيقة يعني لأن هذه فتوى تكاد أن تكون مجمع عليها من قبل دعاة وعلماء أئمة السودان المعتبرين المعتبرين قد تكون هناك أصوات شاذة لكن نحن نقول الأئمة والعلماء المعتبرين وهو الملاذ الذي يخلص المسلمين من السودان فلا يفوتوا هذه الفرصة أو يتراجعوا